ما هو لو كلامنا حيبقى هو هو وقت الفوز ووقت الهزيمة يبقى احنا بنهزر يبقى احنا ناس غير وقعين وناس طالعين بنقول كلامه وخلاص ومش يهمين بنقول ايه ويبقى اهزار بصراحة موجهة نظر يعني فترات كتيرة جدا الاهلي بيبقى حلو وبيكسب وبيجيب لهم طلاط وبنفرح اوي 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 بس خلي بالك من الكلام لان الكلام مهم و لازم تسمع للاخر وفي فترات اخرى زي الفترة اللي احنا فيها مش بنمر بافضل حالتنا الاهلي مش في افضل حالته لا اسباب كتير تتعلق باللعبين تتعلق بتغيير جهاز الفني اللي انت غزبا عنك غير طوله ان الراجل مش عايز يكمل تمام تتعلق بتلاحهم مواسم واجهات حاجات كتير يعني عوامل كتير جدا مش بطلع مبررات بالمناسبة انا لسه جايلك في الكلام لكن في نفس الوقت لازم لما يكون في سلبيات نحط ايدين عليها لما يكون في سلبيات نقولها ليه عشان صرح النادي مش عشان حاجة تاني احنا نفسنا الاهلي دايما يبقى في الطب احنا ثقافتنا كده كاهل واحنا عايزين على طول احنا احسن ناس احنا كده رغم ان في نفس الوقت انت بتلعب فرق تقيل قوي يعني انزا مالك فريق كبير حتى لو كان عنده ظروف مبرح بغياب عدد كبير من اللاعبين لا فريق تقيل فريق محترم تمام فيه بيرامت فيه الاسماعيل فيه اندية كتير جدا فيه فيوتشر ما شاء الله عليهم الناس خلاص دقريبا راح اكون فيدرالية فيه الفرق وفيه الدوري صعب حتى على المستوى الافريكي الوداد الرجاء الترجي الناس كتير جدا منافسات قوية جدا لكن في نفس الوقت انت مقاوماتك وامكانياتك اعلى بكتير امكانيات النادي كده اعلى بكتير فلما يبقى فيه شوية تهاون لا لازم يا جماعة نقول ده ما ينفعش لازم نقول ده ما ينفعش تهاون بقى في وجهة نظر اللي بشوف غير مقصود بالمنازمة يعني عمر ملعب حيبقى نازل بيتهاون وهو قاصد انه هو يتهاون لا بيبقى الناتج عنه برضو عوامل كتير جدا 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 فبالتالي مبارات مبارح بمنتهى الصراحة كده ولوضوح منتهى الصراحة ولوضوح الاهل ضيع من ايده انتصار سهل جدا سهل جدا هتقول لي انت كده بتهدر حق الزمالك لأنا جايلك والله في الكلام الشوت الاول الاهلي كان في يده يخلص الشوت اقل حاجة يا سيدي اقل حاجة 3-0 ده يعني يوم ما تبقى انت مش موفق خالص تخلص الشوت 3-0 ماسك المطش او ماسك الخمسة واربعين ديئة الاولى او يقول يا عام النص ساعة الاولى ماسكها الكرة في ايه لا الكرة في رجلك انت المتحكم في الرتم انت المتحكم في كل حاجة في المطش انت اللي بتضيع فرص انت الاخطر طول الوقت الزمالك في الشوت الاول هي تزديدة واحدة بتاعتزيزه اللي جات في ايد الشناو بس فيما عادة ذلك الشوت الاول انت تخلص المطش وتموته وكن ممكن تروح وتسيب المطش كمان نتيجة ايه احنا مخلصناش المطش نتيجة نوع من انواع التهاون والاحساس بان المبارا في ادينا وثقة زي ايه ده هل انا بقول حاجة غلط؟ بقول حاجة ما حصلتش؟ لا ده فعلا احنا كان عندنا سيقق حتى واحنا نتفرج انا والله انا اقياه بتفرج كده على التلفزيون انا عندما جي الجن بتاع شريف قلت خلاص زماتش ده بتاعنا دي الدنيا زي في فل النهاردة وشكلنا هنكسب ايه؟ اتنين تلاتة وقلت احنا لو ما خلصناش الشوت الاول غطينا حتى الجن بجن لا الزمالك ممكن يرجع بس كان تصدر لي احساس كده يا كرة معانا طول الوقت احنا هنروح وهنجيب جوان وهنكسب والدنيا جميلة جدا ما بقى لك بقى اللعابة في الملعب لا اللعابة في الملعب لازم ما يكونوش بنفس التفكير بتاعنا كجمور لا انت لعاب كرة محترف لازم تبقى ثقافتك ان انا لا اغطي الجن بالتاني طوام انا اللي قادر وانا اللي افضل وانا اللي احسن في المتش لكن عادت ضيع اهداف اضيع اهداف عاد يا جماعة عارضوا اهداف الزمالك لو معانا برضو عارضوه عمالة ضيع وعمال يعني ازود في بعض الكرات كده بعض اللعبين يزودوا في الكرة شوية كلام من ده لا الكلام ده مش مطلوب الكلام ده بشكل او باخر ممكن يخسرنا بطوله ممكن يخسرنا بطوله بالمناسبة انا بشوف ان سبب من الاسباب الرئيسية ان احنا مكسبناش مبارح ان احنا عندنا مجموعة كبيرة من اللعيبة خارج مستواهم خارج مستواهم ممكن يبقى عندك واحد او اتنين مش مستواهم بس الباقي عوض وتقدر تكسب وتقدر تعمل مطش كويس حظنا مبارح ان عدد كبير جدا من اللعيبة المميزة الكبيرة جدا جدا التي لاغنا عنها كانوا خارج الفورنة ده ادى لايه ادى ان احنا الشوط التاني ما كناش ادى كده ادى ان احنا في الشوط الاول ما حسبناش المطش فدي كلها امور اثرت على النتيجة بصراحة ولازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي دي فيما بعد تمام الناس ممكن تكون متنتقد عمر السلية بصراحة عمر السلية من اسوق مباراتهم بارح بس في اسباب يعني ما هو عمر السلية ده جماعة مش مكنة مش مش روبوت كل المطشاط هلعبها بنفس المستوى بنفسك لكن عمر السلية بصراحة مديك فتراته ويله اوي 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 ممتاز فتراته ويله جدا ممتاز مؤخرا المستوى بدأ يتراجع لان اكثر لايح في مصرken pressures الرجل في بطولة العربية بدأ الامنتخب موجود مع succession المثال informations الرجل ما بيريحش ما بياخدش نفسه ما بياخدش نفسه. خد بقى حتقول لي ما هو في أوروبا الناس بتلعب مستوى ممتاز والناس ماشي ومش عم ما بيتعبوش وفيش جهد وفيش الكلام من ده. هقول لك يا حبيبي هنا هنا غير أوروبا. احنا هنا في تلاح ومواسم. بقى لنا ثلاث مواسم بنلعب ثلاث مواسم في بعض. مثلا. محدش بيلحق يريح. عمر السلائي ده مش بدافع على عمر او مش قصد انها طلع دافع على عمر. بس انا بقول الاسباب الطبيعي جدا المنطقية. هو كان وحش قاب صراحة كان وحش مبارا. مش احسن مش ده هو ده عمر السلائي. بس في اسباب. مش في كمة مستوى. بس برضو في اسباب. نتمنى ان بعد كده خصوصا فترات الحسم دي. لا احنا محتاجين كله في بقى فورمته. كله في اعلى مستوى ليه. ليه عشان تخلص بقى. عشان تخلص. وانا زي ما قلت كده قبل ما نطلع الفاصل. هتبقى وحش قوي. لو خسرنا الدوري مرتين وارا بعض. مع مراعاة قوة المنافسة. بس انت عندك فرصة في ايدك. ايه هي? انبارح كان ممكن تبقى الفرصة احسن بكتير لو كنتك سبت الزمالك. ومطشطك المؤجلة بيتفرق ثم النقط. دلوقتي لسه فرصة في ايدك. تكسب مطشطك المؤجلة يبقى فرق خمس نقط. فالدنيا تبقى كويسة. فرق محترم. مش وحش. لكن لازم احنا نركز شوية رجال. بصراحة. لازم يكون احنا بنلعب بمنتهى الجدية طول المطش. انبارح حتى في الحلقة قبل المطش قلت يا جماعة حزاري ان احنا يعني نبص الحتة للغيابات اللي عند الزمالك ويبقى ثقاتنا زايدة على اللزوم. ما كانش ينفع ابدا ما لاش دعوا بغيابات الزمالك. لان ايا كان الغيابات عند نادي الزمالك ده نادي كبير اسمه نادي الزمالك. فرقة مميزة. عندهم عناصر بتعرف تخلص. دي حقيقة. فاحنا كان ممكن جدا نتفادى الوضع ده من خلال الحسم في الشوت الاول.